نروح الأول لزملتنا من فرع أهل الجزيرة هنا أبو القاسم ونتعرف على الأجواء هناك في نادي أهل الجزيرة مساء الخير يا أهلا مساء الخير يا كابتن أيمن برحب حضرتك وبديوفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وزي ما حضرتك قلت من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة هنقلكوا بقى كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي في فتحية طبعا كأس العالم للأمدية اللي النادي الأهلي بيشارك فيها للمرة التالتة على التوالي والتمنى في تاريخه يعني طبعا في حالة من الحماس والترقب كعادة أعضاء النادي الأهلي متواجدين داخل النادي منذ ساعات عشان بقى الحقيقة يتابعوا المباراة في أجواء مميزة جدا كمان بقى في حالة من الحماس يعني هم بيقولوا ان هم عايزين بقى النسخة دي نحق إنجاز جديد ان هم خلاص اعتادوا على البرونزية عايزين بقى إن شاء الله كمان يوصلوا للفاينل ويت طبعا رجال النادي الأهلي كالعادة إن شاء الله يكونوا على قدر كبير من المسئولية ويعملوا إنجاز كديد كمان الحقيقة الأعضاء يعني كنا بنتكلم معاهم طبعا قبل اللايف كلهم كمان بيقولون الجماهير هيكون ليهم دور كبير في مباراة اليوم الشقاءنا طبعا في المغرب هيكونوا بيدعموا النادي الأهلي وهيكونوا بمثابة إن شاء الله اللاعب رقم 12 في الملعب وده طبعا هيزود من الروح والحماس عند اللاعبين إن شاء الله بقى يكون التوفيق كمان من حظ لعبين النادي الأهلي النهاردة ويقدروا يحسموا المباراة لصالحه ده على صعيد الأجواء الحقيقة المميزة جدا خلوني كمان أنقلكوا الاستعدادات الحقيقة فيه مجهود كبير جدا مبدول من قبل إدارة داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة موفرين عدد كبير جدا من المقاعد أمام الشاشة العملاقة كل ده طبعا لخدمة الأعضاء يعني الحقيقة أجواء مميزة جدا وخلاص يعني دقائق قليلة طبعا بتفصلنا عن انطلاق المباراة يعني ده كانت الحقيقة الأجواء من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة قبل ما أختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق للرجال النادي الأهلي إن شاء الله بقى يكونوا كالعادة يشرفوا الكرة المصرية والإفريقية في مباراة اليوم ونكون بقى محتفل بعد المباراة إن شاء الله مع حررتك يا كابتن والآن نعودة لحررتك مرة أخرى في الستودي مساء الخير يا سلام أقس العالم للأندية طبعا أمام فريق أوكلاند سيتي النهاردة إن شاء الله المباراة لتقاوم في تمام الساعة لتساعة مسائين كذلك ما حالك شايف يا كابتن يعني أيما نورايا الأجواء من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة الناصر يمكن بسبب يعني التغيير اللي حصل فيه الأحوال الجوية وكمان انخفاض درجات الحرارة ونزول الأمطار إن كده سبب شوية إنه أعضاء النادي الأهلي يعني العدد يقل ولكن مع اقتراب موعد المباراة بدأ تاني أعداد أعضاء النادي الأهلي تزيد يعني كل شوية بيزيد أعضاء النادي الأهلي أمام الشاشة العرض الشاشة الرئيسية حشان طبعا يجوا يستمتعوا ويتفرجوا على المباراة اليوم من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة ناصر طبعا زي ما حالك عارف الأجواء بتكون هنا مختلفة وبتكون المباراة أو مشادة المباراة هنا بتكون بشكل مختلف يمكن كمان يعني خليني أقولك إنه الأجواء ما بين أعضاء النادي الأهلي في حالة من الحماس موجودة عند جميع الأعضاء يمكن طبعا مبسوطين أن هم يشوفوا النادي الأهلي بيشارك في بطولة كأس العالم الأندية للمرة التالتة على التوالي والمرة التامة في تاريخه ويمكن كمان عندهم ثقة كبيرة إن شاء الله في العادة النادي الأهلي أن هم يعني هيحققوا النهاردة يعني أداء جيد وكمان فوز مهم ده اللي يفتح طبعا المشوار إن شاء الله للنادي الأهلي يعني مشواره في بطولة كأس العالم الأندية في الكل طبعا هنا يعني بيدعي ويوم ممسوط يا كابتن ايمن ان ان شاء الله النهاردة يعني العادة النادي الاهلي هتقدي اداء جيد وتحقق كمان نتيجة اجابية امام فريق اوكلاند سيتي كمان خلينا اقولك ان قدارة النادي الاهلي من داخل يعني فارع النادي الاهلي بمدينة ناصر وجميع افراد الامن الكل موفر يعني كل الامكانيات لكل الاعضاء انهم يتفرجوا النادي عن المباراة بشكل جيد اكتر من شاشة عرض كمان يعني الكثير او يعني مقاعد كتيرة جدا لكل الاعضاء الكل يبقى عنده الامكانية والفرصة انه يتفرج على المباراة النهاردة فيعني يمكن ديكت كل الأجواء يا كابتن أيمن من داخل فرع نادي الأهلي بمدينة ناصر أجواء أكثر من رائع وإن شاء الله يا كابتن أيمن أكون مع حضرتك النهاردة بعد المباراة ونحتفل زي كل مرة يعني طبعا فتغتية خاصة وحصرية على شاشة القناة النادي الأهلي مع أعضاء النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي على نادي أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم الأندية يمكن ديكت كابتن أيمن كت كل الأجواء هنا من داخل فرع نادي الأهلي بمدينة ناصر بشكر حضرتك جدا والعودة مرة أخرى لك في الستوديو